أعلن مجلس النواب أن الرئيسه محمد الحلبوسي وجه لمخاطبة الحكومة الاتحادية لإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري فيما أكد خبراء قانون أنه لا يحق للحكومة الحالية إعداد وإرسال مشروع الموازنة العامة وعرب عضو مجلس النواب السابق شروان ميرزا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك قانون للموازنة في العام الجاري عزيان السبب إلى أن الحكومة الحالية لا تملك حق إعداد الموازنة للحكومة المقبلة وموعد تشكيل الحكومة الجديدة غير معلوم حتى الآن وفي السياق قال الخبر القانوني الدكتور عباس العقابي أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمنع على حكومة تصريف الأعمال تقديم مشاريع القوانين والموازنة الاتحادية من بينها